متواصلون معكم مشاهدين الكرام في حسات قهوة جرنان نناقش اليوم عقود ما قبل التشغيل أي أفاق في المستقبل ما مصير عقود ما قبل التشغيل في هذه الأوضاع الراهنة التي تعرفها الجزائر الكل يعرف الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الجزائر وتدني أو انخفاض كبير في فرص ربما في فرص الشغل بعد شح في أموال الخزينة العمومية سأستضيف اليوم سيد محمد طهر شعلال مدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أستاذ محمد طهر مرحبا بك شكرا على قبولك الدعوة شكرا صباح الخير وصباح الخير لكل يعني مشاهدي قناة النهار شكرا أستاذ محمد طهر شعلال نبدأ في البداية الكثير من الموظفين في عقود ما قبل التشغيل يتساءلون اليوم أزمة مالية مربها الجزائر الكثير من المسؤولين في الجزائر يتكلمون على ظروف صعبة وظروف عصيبة مربها الجزائر تدني أو انهيار في مداخل الجزائر انعكس سلبا على عالم الشغل ما ما صير بسؤال صريح ما صير الموظفين لعندهم عقود ما قبل التشغيل شكرا على السؤال وكنا يعني جاوبنا في عدة مرات وطمأننا المواطنين لأنه نعود نأكد والي يعني اليوم أنه عقود الإدماج المهني المساعدة على إدماج مهني وعموما في صحفي سميهم عقود ما قبل التشغيل هي يعني في إطار جهاز المساعدة على إدماج مهني كل العقود الموجودة اليوم سوف يتم تجديدها هذه بصفة رسمية وسوف يتم أيضا يعني تنصيب طالبي عامل جدد في إطار نفس الجهاز يعني جهاز المساعدة على الإدماج المهني الدياي بي في سنة 2017 هو تم وضع اعتمادات مالية في هذا الشأن إذن الدولة لن تتخلى عن الشباب طالبي العمل المبتدئين يعني اللي يطلبوا عمله أول مرة اللي يستفاوا اللي عندهم شروط لاستفادة من هذا الجهاز نعم وأستاذ فيما يتعلق بالعاملين اللي رأهم يعملوا حاليا أنا جاوبتك بالعاملين سوف يتم تجديد عقودهم بصفة آلية عند انتهاء الفترة الأولى أستاذ أم تطهرش على هذا فيه بعض المؤسسات لم تتجدد العقود فيه بعض المؤسسات من تسمعه في صحافة هي يمكن بعض الحالات المشكلة تعناه هو أنك تكون حالة نعم يعني يمكن تكون حالة من كرش يمكن يكون فيه حالات أين لا يوجد تجديد لعقد عمل مع الشاب في إدارة أو في مؤسسة اقتصادية ولكن ما يغزمش نعممه حنا رأي نقول لك باللي يعني هذه الحالات يمكن تكون حالة شادة سيد محمد طهر شعلال لا يوجد مؤسسة بكاملها سرحة العمال مقبل تشغيل لم تجدد لها من العقود لا نظن فيه مؤسسة سرحة بصفة جماعية لا 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 لكن إذا كان فيه بعض الحالات يمكن فيه حالات مربوطة بعلاقة العمل بظروف العمل مثلا فيه يعني كل حالة وعندها خصوصيتها ولكن على العموم على العموم لا يوجد تسريح جماعي للعمال لا يوجد تسريح جماعي للعمال سيد محمد طهر شعلال المديرية أو المديرية العمل الوكالة أو الوكالة الوطنية للتشغيل هي دورها وسيط بين الطالب أنا أعطيتني فرصة باش نعني في غالب الأمر نحن كنا نتكلمه مع الاخوة الكثير يحملوها يحملوها ينكملوها ما لطلق عليها لا المشكلة ما وشهنا فقط المشكلة حتى في المفاهيم فيه يعني عدد كمين من الوطنين يقول لك بالعامية باشي يفهمني الأخ المشاهد يقول لك أنا نخدم بلانان وكي تسمع الكلام هذا تفهم أنه يخدم في إطار العقود يعني جهاز المساعدة لإدماج ميهاني لازم المواطن الكريم يعرف أن هذه الهيئة اللي هي الوكالة الوطنية للتشغيل هي مرفق عمومي للتشغيل موجود في كل بلدان العالم بما فيها الجزائر والدور الأساسي لهذا الوكالة هو عملية الوكالة ما بين عروض العمل التي تصل من الشركات وما بين طالبي العمل ولكن العمل الكبير يقوم به الوكالة اليوم ما هو في إطار العقود فقط هو العمل يقوم به في إطار الاقتصاد بصفة عامة إذا درنا مقارنة مثلا في 2016 ورح نعطيك الأرقام بعد قليل عقود الإدماج هي 60 ألف فقط ولكن عقود العمل والتنصيبات اللي قامت بها الوكالة في الاقتصاد بصفة عامة 380 ألف إذا كان ندير مقارنة إذا نازم المواطن يفهم أنه زيادة على هذا الجهاز هذا يمكن أنه المواطن يسجل نفسه في الوكالة إذا كان يعني عمره من 16 سنة والفوق يسجل روحه في الوكالة ويمكن القوله منصب عمل يتناسب مع مؤهلاته مؤهلاته حتى ولو موش في هذا الإطار لا يمكن أن نديره هذا نعم غير في الإطار وتعالى الجهاز وهذا يعني مشكلة في التواصل في الإعلام سوء فهم لدور الوكالة سوء فهم لدور الوكالة سيد محمد طرح الشعلال قل لي حتى يفهمنا المواطن الكريم من أين يبدأ دور الوكالة وأين ينتهي أولا الوكالة هي مهيكلة عبر 271 وكالة ولائية 271 وكالة منها ثلث وكالات متخصصة في الإطارات وحدها في السطيف وحدها في الجزيرة العاصمة وحدها في مهران وباقي الوكالات الموجودة 268 وكالة هي وكالة اسمها وكالة مباشرة المواطن يسجل نفسه في الوكالة وين موجود مقر سكناه وينتظر توجيه من طرف الوكالة حسب مؤهلاته إذا كانت مثلا عندك مثلا شهادة في تكوين المهني في بناء مثلا ولا رصاص ولا تكون عندك شهادة جميعية عندما تسجل نفسك تسجل نفسك أولا ما فيش ميلف كبير يعني فيه سيرة ذاتية صورة للشهادة وبطاقة التعريف الوطنية وهذه الثلاث وثائق هذه ما نشدهم مش عندنا يعني نلاحظوا فقط المعلومات ونقوموا بتسجيل طالب العمل وفيما يخص شهادة الميلاد نحن نتصله إلكترونيا بالبلاديات لا بالبطاقية الوطنية في وزارة الداخلية نحن اليوم نستعبله يعني التكنولوجيات الجديدة في هذا المجال بعدما يتسجل المواطن يتسجل المواطن يتسجل باستعمال بالمدونة الوطنية للميهن والوظائف يعني يسموها من جهة أخرى كي يجينا عرض عمل يسجلوا صاحب العمل يسجلوا بلف سطريقة يعني يكون عندهم يلف وتكون عندنا بطاقية لكل المستخدمين يعني لكل شركات في الوطن كي يسجل كي يكون فيه عرض عمل بصفة إلكترونية يعني بصفة إلكترونية ما هو شيء يدوية تتم المقاربة يعني في لحظة إنستنطاني كما يقول الفرنسي وبعد ذلك تخرج قائمة الطالبي العمل اللي تتوفر فيهم شهورة المؤسسة ونحن نوجههم الشركة والشركة تقوم بعملية انتقاء عملية انتقاء انتقاء نهائية لاختيار طالبي العمل اللي تتوفر فيهم شهورة باشي ينصبوهم في العمل اللي ما تتمشي اختيارهم يرجعوا للمخزون يعني في عمليات أخرى في عمليات أخرى ورحين يستفادوا في عمليات أخرى إذن هذا هو العمل اليومي ولكن في عمل توجيه أيضا ما يجبش ننساو عندنا مستشارين في التكوين مواطنين يتلقلون لنا كان فيه بوم مواطنين يعني يختاروا أنهم يبحثوا عن منصب عمل في إطال عمل مأجور يعني صالاري كان بعض المواطنين يمكن عندهم قدرات وكفاءات في إحداث مؤسسة المصغرة نوجههم لانساج واللاك لاك كان المواطنين وهذا غالبية يعني عددهم كثير يتطلب كنا ندروا يعني ندرسوا وضعيتهم المهنية تشوف البروفيل من جانب المهني نعطوهم نصائح ونوجههم للتكوين مثلا إذا كان شفت مثلا الدراسة التي قامت بها الدولة الوطنية الإحساء 53% من طالبي لا عندهم تكوين وهذا مشكلة إذن نوجهه أيضا لا نقوم بعملية الوساطة نقوم بعملية التوجيه والمرافقة عملية التوجيه والمرافقة المرافقة السيد فيما يتعلق بالمواطن أو الموظف تم الوساطة أو دخل في التشغيل في أي مؤسسة من المؤسسات بعد التوظيف هل يكون للمؤسسة أو للوكالة الدور مثلا في مراقبة في إدماجه مثلا أم أنه ينتهي عملها مباشرة بعد دخول الموظف المؤسسة نحن يكون في إطار العامل الكلاسيكي يعني العادي في الاقتصاد نحن ينصبه طالب عمل في الشركة تنصبه الشركة تنتهي مهمة الوكالة أما فيما يخص العقود العمل المدعمة أو في الإدماج المهني الدي اي بي الوكالة الوطنية تشغيل ومدرية تشغيل أيضا للوكالة للولايات تقوم بعملية رقابة في هذا المجال لأنه حتى القانون يعني يفرض علينا القيام بعملية رقابة عملية رقابة العقود نحن من جهة ثانية لازم نعرفه وعليش دولة أو أي دولة توضع برامج من هذا النوع علي لازم نعرفه أنه مثل هذا البرامج موجودة في كل البلدان العالم اللي عندها اقتصادات لا تمتص كل طلبات العمل هذا دور الدولة دولة ما تخليش مواطنيها إذا كانت عندك اقتصاد يمتص البطالة بصحة ما يمتص بصفة كافية يعني ما يمتص كل البطالة موجودة بطبيعة الحال لازم تتكفل بالمواطنين وتوضع جهاز من هذا مثل الجهاز هذا هذا الجهاز يسمح أولاً لطالبي العمل اكتسب خبرة لأنه نسميه إحنا عقد إدماج ليس عقد عمل لازم نفرقه ما بين عقد العمل وعقد الإدماج هذا نسميه عقد إدماج المواطن كي يكون في محل في الموقع العمل راح يكتسب خبرة وصاحب الشركة أيضاً عنده مدة محددة سيد محمد طهر شعلال هي المدة هي المدة هي المدة قابلة للتجديد قابلة للتجديد وتجدد يعني ما فيهش عشر سنوات 15 سنة في بعض الناس 15 سنة لا لا ما كاش 15 سنة حتى الديي بي هذا ما عندهش 15 سنة نحن الله وقتا شب فيه الناس يقول من 2006 2008 2008 2008 حناك تعرف بعض في بعض التأويلات وبعض الناس يعني تقوم بتأويلات في هذا المجال لازم نعطيه الأمثلة أيضاً الجيدة المواطن كي تكون عنده فرصة في موقع عمل إذا كان بين كفاءته وإذا كان نجح يعني في موقع عمله صاحب العمل من الفايدة تعه باش يعني يدوم له منصب العمل باش صاحب منصب العمل تعه يصبح دائم ولكن أنا نفهم يعني حتى ولكن سؤال تعك ما وش متروح بصفة دقيقة ولكن بمعرفتي لسوق الشغل نفهم أنه هذا المشاكل اللي تكلم عليها يمكن تطرح في الإدارات وهنا نحب نوصل نبعاتي رسالة هنا في 2011 كنا نصب لها حوالي 660 ألف طالب عمل في إطار هذا الجهاز ولكن 80% منهم في الإدارة 80% منهم في الإدارة كنا ندير حساب يعني كثير من 480 ألف كانوا في الإدارة كثير من 500 ألف في الإدارة ابتداء من 2012 اليوم غير ما توجيه هذا الجهاز يعني حساب رؤية الاقتصاد والرؤية اللي عندنا صبحنا نوجهه الاقتصاد ومن نوجهه للإدارة اليوم مثلا في 2016 خلال 11 شهر الأول وجهنا 60 ألف نصبنا 60 ألف مواطن ولكن كلهم في الاقتصاد من بين 60 ألف كان حوالي 8000 فقط في بعض الإدارات وفي مناطق نائية وفي مناطق لما فيهاش يعني نشاط اقتصادي كان من واجبنا أننا أيضا نسمحه ببعض التنصيبات في الإدارة إذن إذا كان مواطن نعطيك مثال لحنا بش نكون صراحة انت مثلا عندك لسانس في الحقوق ولا في علم سياسية وتم توجيهك إلى بلدية مثلا مقر بلدية ولا مديرية تنفيذية في ولاية ولا مدرسة ولا المهم مرفق عمومي تابع للوظيف العمومي أنت تعرف أنه الوظيف العمومي ما يكفحوش به البطالة ما كاش أي بالد في العالم يكفح البطالة في الوظيف العمومي إذن في الذهنيات حنا كما حتى في شارع ولا في الرأي العام اللي يمكن يقول لك واحد ما صبش خدمة لأول وهلا يفهم أنه ما لقاش خدمة في الإدارة العام وفي الاقتصاد يا أخي صحيح نحن بنكفحوش بالإدارة البطالة إذن المواطنين اللي موجودين في هذا الحال إذا كانت عندك أنت بلدية فيها 30 شاب في إطار هذا الجهاز هذا هذوك شباب نرى ننوجههم الاقتصاد نحيه منك الأولوية نعطيها لهم لأنه ما فيش فورس من القدام باش لإنشاء مناصب المالية جديدة في الوظيف العمومي الوظيف العمومي متشبع لازم المواطن يلازم المواطن ولا الشاب هذا اللي رهما يعني منصب في هذا الإطار لازم يتفهم الغاية جميل ونوجهه الاقتصاد نعم في هذه النقطة سيد محمد طهر شعلال هل في بعض المؤسسات وبعض الإدارات أو الكثير من الإدارات في الجزيرة وليس تكلم عن الإدارات كنت تكلم عن تشغيل لازم تكلم عن المؤسسات عن المؤسسات نعم نحن تكلم غير عن الإدارات صحيح منصب عامل في الاقتصاد هذه دهنيات دهنيات نحن نحاربوها في كل مجالات نعم لما تكلم عن شغل في الجزيرة مباشرة الإدارات لا يجب أن يذهب إلى الإدارة محمد طهر شعلال في هذه النقطة فيما يتعلق بالإدارات الكثير من الإدارة ومكاتب في الإدارات يعني متخمة بالشباب مقبل عقود مقابل يعني مكاتب تقريبا فيها 5 أو 6 بدون عمله لا لا يتنقص لا ماذا بدون عمله يعني 5 أو 6 في مكتب واحد نقول لك هذا في طهري كان في بعض المناطق في الوطن كان بعض المرافق تمشي بفضل هذا العمال في إطار الجهاز فيها مرافق كبيرة اللي تمشي فيها ولكن باش تقول لي يعني كالناس ما عندهمش ما يعملوش وبيدون عمل لا والعادة بتحهم راح يتناقص راح يتناقص من شهر لشهر من سنة لسنة لأننا رأنا نمتص تبدأ تمتصهم من الإدارات نمتصهم من ديرهم في الاقتصاد جميل لأن هذه الفرصة الوحيدة خليني على هذه النظرة التفاؤلية وهذه الكلمة التفاؤلية بالنسبة لك سيد محمد طهر شعلال أذهب إلى فاصل أنا المخرج يقول لي في فاصل شاهدين الكرام لمواصلات ومتابعة حصة قهوة وجورنان لمن التحق بين اللحظة زلفلون يا مسعيد نهرون بروك إن شاء الله نناقش اليوم عقود ما قبل التشغيل أي أفاق في المستقبل يحضر معي سيد محمد طهر شعلال المدير العام الوكالة الوطنية التشغيل وستيد محمد طهر شعلال وجديد بك تحية مرحبا بك شكرا شكرا سيد محمد طهر شعلال خلينا نروح لنظرة تفاؤلية قدرت قلت لي بأنه الوظيف العمومي وهذه حقيقة في كل الدول لا يمكنه استيعاب هذا الجحافل من أشباب مثلا متخرجنا من الجامعات وكل البطالين في الجزائر وهذه معمول بها في كل دول القطاع الاقتصادي في الجزائر هل عندك مثلا مؤشر على نسبة استيعاب هذا القطاع ليد العاملة في الجزائر شوف إلا كان أرجعنا خمس سنوات لورا فقط كان القطاع الاقتصادي كان يعني ما يوظفش عدد كبير وخاصة القطاع الاقتصادي الخاص كان العمومي وظف 60% و40% في القطاع الاقتصادي الخاص اليوم 77% من عروض العمل التي تطرح في الوكالة تطرح من طرف القطاع الاقتصادي الخاص والبقية 23% في القطاع الاقتصادي العمومي وهنا تفهم أن 100% من عروض العمل هي عروض العمل في إطار الاقتصاد لأن الاقتصاد هو ليولد مناسب الشغل ويحدد مناسب الشغل إذا كان حبينا نشوفوا صورة يعني صورة شوق الشغل بصفة يعني واضحة نعم بالأرقام بالأرقام في العشر سنوات مثلا من 2000 ولد 1999 حتى يعني إلى 2011 في كل هذه السنوات كانت الجزائر عبارة عن ورشة كبيرة طرق موانئ سدود هذه نسميها المنشآت القاعدية لذلك وكان لازم على الدولة أنها تبعث استثمارات في هذه المجالات باش توجد يعني موناق للاستثمار الخاص ولا العمومية وهذا إذن في هذا الوقت هذا كانت الاستثمارات العمومية يعني الانفستيس مون بيبليك هم اللي كانوا ينشئوا مناصب عمل بفضل العقود أو الصفقات العمومية الموجودة خلال السنوات هذه المثل السنوات الأخيرة بفضل يعني تحسن مناخ الاستثمار في الجزائر وهذه ما يشعلها اللي يقولها يقولها دوينج بيزنس فيه تحسن ولكن فيه هوا مش أخرى لتحسين أكثر تقوم بهذه الدولة في إطار كل مجالات لأنه باش يعطوك نقطة مليحة في دوينج بيزنس لازم تتحسن الخدمات واليوم نشوفه مثلا على مستوى الوزارة الأولى وفيه يعني عمل لتحسين أداء المرفق العمومي تسهيل كل إجراءات الإدارية اليوم المواطن معاك يسمع بالوثائق الإدارية وكنت استعمل بطريقة إلكترونية وكذا فيه أيضا في الوعاء العقاري في البنوك إذن كل هذا يسمح ببعث الاستثمارات وبتحسين يعني ظروف إنشاء المؤسسات سواء المصغرة في إطار الانسياج ولكناك وكذا ولا لوندي ولا يعني بعث استثمار جديد في هذه السنوات الأخياء كان فيه يعني تراجع مثلا في بعض القطاعات نعطيك مثال ما بين 2015 و2016 كان بعض الصحفيين سألوني يقولك كيفاش يعني اليوم أنتو مالانيم نلاحظوا أنه فيه إنخفاف في أسعار البيترون وتقولوا بلك فيه إنشاء مناصب عمل وارتفاع في وطيرة التنصيبات نحن نتكلمه بالأدل وبالأرقام نعطيك مثال في البناء مثلا بين 2015 و2016 من 1 جنفعي إلى 30 نوفمبر يعني 11 شهر الأولى في عجلاء نخفضت بعشرة بالمئة في البناء ولكن ارتفعت بـ 18 بالمئة في قطاع الصناعة ونلاحظوه اليوم فيه مؤسسة جديدة فيه مركبات فيه يعني نشاط وفيه تنوع اقتصادي هذه أدلة على أنه الاقتصاد الجزائري اليوم صباح ينشأ مناصب عمل خاصة دائمة وينشأها في استثمارات يعني ما وش في الصفقات العمومية ما وش في الصفقات العمومية سيد محمد طهر شعلان ربما سؤال يطرحه الكثير من المواطنين والكثير من المتابعين لعالم الشغل في الجزائر يتساءلوا كيف يعني هذا في جهة أو من جهة نتكلمه على ارتفاع ربما في نسبة البطالة في أوساط الشباب ومن جهة أخرى نلاحظ ما فيش يد عاملة في قطاعات معينات تتلمت على البنات تكلمنا على يعني أمر محير جدا لا هذا موش محير كان حتى فيه يعني كان فيه عالم في الاقتصاد كان تحصل على نوبل في الاقتصاد في 2010 تتكلم على هذه القضية يسميها البارادوكس يعني من جهة طالبي طالبي عامل يبحثون عامل وفيه شركة اليوم نحن يجب أن نقولها أيضا بكل شجاعة عندنا ثانية أصحاب شركات يبحثون عمال ومكاش يعني عمال مكاش في بعض المجالات وفي عزوف أيضا لبعض المواطنين يعني لحبوش تكونوا عندها دور سيد محمد طارق نلعب دور نلعب دور في التوجيه نأكدوا على المواطن نحبوا نحسن نديروا عمليات تحسيسية نقوموا بورشات أيضا تكوينية للمواطنين في لحة مثلا سيد محمد طارق في الفلاحة فيه ارتفاع لو ما فيهش أفارقة يعني من أكلوش في الفلاحة بدأت ترتفع بدأت ترتفع لأنه كان فيه تنظيم للقطاع الفلاحي وهذا التنظيم هذا شرفت عليه وزارة الفلاحة وزارة العمل وتشغيله وضم اجتماعي عن طريق الكاسنوس شفت يعني الإجراءات اللي تضمنها قانون مالية تكميلي لسا 2016 كان أعطي بعض الامتيازات لصحاب النشاطات المستثمارات الفلاحية باش يخرجوا يعني يعودوا يقوموا باشتراكات وينضموا الصلاديق هذه وهذا كان عنده يعني كيفاش نقوله كان عنده نعكاس إيجابي على إنشاء المناصب الشرط خلي دور الوكالة في هذا الإطار سيد محمد طارق وش من الإطار؟ في هذا الإطار في إطار توجيه لهذا الكتب هذا دور أساسي لتعرف عزوف اللي يتلعب هذا دور أساسي للوكالة دور أساسي ولكن ما وش الوكالة وحدها هو دور الأسرة أيضا انتك تكون رب عائلة ويكون عندك ولدك في عمره عشرين سنة واحده عشرين سنة مثلا ما نجحش لظرفين ما في مواصلة الدراسة وتخليه يبحث عن عامل وما يروحش يسجل نفسه مثلا لاستفادة من التكوين راح تنقص له فرص يعني تحصل عام سبع عامل ولكن إذا كان راح للتكوين وتعرفوا أنه قطاع التكوين عنده دورتين دورة في سبتمبر ودورة في فيفرية وفيه مناصب بضعوجية كبيرة ولكن للأسف نقولها بكل صراحة فيه عزوف كبير للشباب وخاصة في بعض التخصصات يعني عندك الناس كان عدد كبير اللي ما يروحوش للتكوين واللي يروحوا للتكوين فيه أيضا عدد لا يستهن به ما يختاروش التخصصات المطلوبة في سخشون إذن لازم تتروح للتكوين ولازم تختار تخصص المطلوبة لأنه اليوم أصحاب شركات أصحاب المؤسسات يبحثوا على خدامين يبحثوا على عمال اللي عندهم كفاءات لأنه صاحب العمل كي تبعت له أنت تتوجهه لمواطنين يوظف الناس اللي قدروا يديرون له يعني قيمة مضافة في شركة قيمة مضافة في شركة سيد محمد طهر شعلال ما مخناشي كثير من الوقت أنت تعرف أن الجزء الثاني هذا عن عشر دقائق فقط خلينا نطرح لك ثلث أو أربع أسئلة ولكن الإجابة تكون بسرعة يعني إذا سمحت فيما يتعلق بالعالم الشغل في الجنوب سيد محمد طهر شعل عامل الشغل في الجنوب رأى في استقرار دائم ومتواصل خاصة مع استعمال نظام الوسيط اللي يعني يعطي عدالة اجتماعية في توزيع مناصب العمل الحمد لله رأنا يعني نزيد نشوفه ربما تتحسن احتجاجات اللي كانت في السنوات السادقة لا 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 الحمد لله الحمد لله سيد محمد طهر شعل كذلك فيما يتعلق بنسبة البطالة في الجزائل كثير يشككون في هذه النسب التي تعلنها والواقع يعني فيه نوعا لا لا جاوت مرات عديدة على هذا السؤال نعم أنا نسألك وعلش فيها 1299 كي كانت البطالة 29 ولا 30% أعقلك هذا الرقم مليح معلش أسيد يحتفسي بطمر اللي فات 2015 ارتفعت البطالة لـ 11.2 معظم الملاحظين قال لك هذه أرقام صحيحة ممكن 1.2 سيد محمد طهر شعل في الواقع سنع كملك وكي حبطت لـ 9.9 في أذريل الأرقام هذه خطيئة هي نفس المؤسسة الهيئة هي الديوان الوطني الإحصاء يعمل بمعايير دولية معايير دولية كنا الشباب كلها بطال سيد محمد طهر شعل لم تدخل لي كانت سعب هذه نظرة تشاؤمية ولكن الديوان هذا يقوم بالإحصاء يقوم به بصفة يعني بمعايير دولية نعطيك مثال اليوم ديوان الوطني الإحصاء يحصي فقط الشباب البطال اللي تقدموا إلى الوكالة الوطني اللي يقوم بالدراسة معهم ويخرج ولكن نحن في الوكالة عندنا أرقام أرقام يعني مضبوطة ونقدر نعطيك بالإسم واللقب المواطنين مسجلين عندنا أسمح لي ولي وجهناهم والأرقام تعنا ماشي بعيدة على أرقام الديوان الوطنية الإحصاء سيد محمد طهر شعلال في الولايات المتحدة الأمريكية نسبب بطالة 5% في الجزائر 9% يعني مفارقة عجيبة وليش عجيبة المفارقة وليك المتحدة الأمريكية 5% أو الجزائر دولة هشة يعني هذا هو ما قلنا بسم الله أنت سعب أربعة خمس سنوات قبل كانت نسبة البطالة مرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني تقريبا وما كان نسبة بطالة تحت 5% تحت 4% البطالة ما تحبرش تحت 4% وراه البلد سيد دي طو انكم في سيبلي سيبلي يعني لأنه فيه اختلالات دائما الموجودة اختلالات حتى تحب تشكك احنا نعملوا بنفس المعايير اللي تستعملها الولايات المتحدة ولا تستعملها في الارضة لحتى الشباب اللي اسمعنا سيد محمد رشعلان اللي قلنا ما نفتلمش يعني اللغة اللي ربعا وعلاش لا اسمح لي غير الواقع ديوان هذا يعطي دائما الواقع أعطاها ارتفاع في نسبة البطالة في 1990 وأعطاها في 2015 أعطا لك كي ارتفعت قال لك ارتفعت كي ما ترتفع شواش حبيته كي ترتفعت نقول لكهم ارتفعت أنا كنت دايما من المسال هذا نحن نقوله يعني بالقبالية نقول لك واحد كي تصيد سبع يقول لك قط نتادل ويش تحبوه يقول لك قط يعني الناس ليشكهم والناس ليحبو يبيعوا التشاؤم نحن نبيعوا الأمل سيد محمد طهر شعلال في نهاية الحصة عنا أسئلة لبعض المشاهدين احنا عندي أسئلة نعم متفضل نبدأ بأسئلتك كان فيها بعض المواطنين اللي سألو في الفيسبوك مثلا في الشاب هنا من غليزان واسمه بالفوضيل لزرق بالفوضيل اسم هذا المستعال يقول لك أنا استفدت من استفاد من شاحنة لنقل النفايات واليوم ما رانيش نعمل حنا اليوم نؤكد له أنه هذا المؤسسات يحب واحد يدير يعني شركة في هذا الإطار لازم يكون يضمن أنه تكون عنده عقود يجيبها فقط وبعد ما يخدمش بها ولكن يمكن أنه ينجح في تكون عنده اتفاقيات في المستقبل فيه أيضا سؤال عن القطاع الوظيف العمومي هذا السلسلة ترجع دايما يقول لك قد أغلقها هذا سيد براهيم عبد الحميد يقول لك الوظيف العمومي أغلقها بوابع الشباب بالتوجهة اقتصادي إذا كنا نحن من الأول فترة البحبوحة المالية نبحث عن العمل في القطاع اقتصادي ونجد بساطة حصرا على أبناء المسؤولين النفذين هذا الكلام هذا يمع عنده شعنية نحن نتكلمه بكل صراحة ونحن الواسط هذا يخرج تابعك في صفحة الفيسبوك سيد محمد طهر شعلال نحن نجاوب ونجاوب شفافية وهذا المواطن نجاوب ونقول له إذا كانك مسجن نحن لا نقدش نجيب لكل المواطن الجزائريين نحن نحاوله باش نكونوا شفافين نستعملوا شفافية بصفة كبيرة ونحاوله تكون عندنا نستعملوا العدالة الاجتماعية باش المواطن يجي للمرفق عمومي كالوكالوطن الشغيل يحسب إذا كان عنده حق يديه نعم سحا نزل لك سؤال كان أستاذ خبابة أستاذ خبابة يتصل بيشابين في مرداس خارج جميعون نجاح في مسابقة يقول لك نجاح في مسابقة في صون القاز وانتو ما ما حبيتوش تعطيه له البلتا أنا نسأله المواطنين اللي مسجلين عندنا احنا في البطاقية كيف نديروا بيهم عندنا ناس مسجلين ويتطمحوا أنهم يعملوا في صون القاز ولا في شركات أخرى إذن طريقة العمل تطرح عرض وإذا كان طرحة علينا عرض نحن نوجهه مواطنين والمواطنين هذو يجوزوا فحص تيست نعطيه له بيان توجيه إذا كان هذا المواطن هذا استفاد وحده أنا ما قدرش يشكك بأي طريقة ويجي نعطيه له بيان توجيه أنا كيف نقابل المواطنين المسجلين عندي هذا هو جوابتك نعم سيد محمد طهر شعلال لا الأسف الشديد ما يكفي ناشت وقت لحصة أعرف أنه صفحتك نشطة في الفيسبوك يمكن للمواطنين أن يطرح عليك الأسئلة نعم أرقام نعم أعطيني الأرقام الأخيرة يعني فيما يتعلق بالجديد أولا نلاحظوا أنه فيه من سبطور وليوم ارتفاع طلبات العمل بـ 80 ألف زيادة وهذا نفسروه بتخرج عدد كبير من الواطنين في جوان تعرف الناس يتخرجوا في شهر جوان كل عام يتخرجوا وما يسجلوا في جوية أو في طرات عطلة يسجلوا في سبطورة إذن 80 ألف اليوم عادة طالبي العمل على مستوى الوكاني الوطني التشغيل هو 997.445 طالب عمل تقريبا مليون تقريبا مليون تقريبا مليون نعم فيه ارتفاع طافيف من سبطورة اليوم بـ 80 ألف عرض العمل هي 432 سلم حمد شعلان خليني يتوقف عن هذه النقطة إذا سمحت يعني في قطاع التربية مثلا في أكا رجعت حتى العمل في الإدارة نعم عمل في الإدارة في قطاع التربية المسابقة اللي تمت في شهر مارس أكا رجعت حقل نفس الذهنية تقريبا مليون مترشح سيد محمد طهر شعلان وتتكلم لي على عدد طالبات في كل القطاعات مليون بس انتعرف بلي هذا المليون في قطاع التربية عندنا مليون بطالة لا 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 ما كشمل هذا هذا الناس اللي يترشحوا كاين عدد كبير من اللي يترشحوا لهذا المسابقة تحت التربية الوطنية عمال كاين اللي يعملوا يعني عمال يغير يععملوا يحبوا يغيروا نعم تفضل عرض العمل 432 521 عرض عمل يعني فيه ارتفاع للفلاحة وفيه ايضا ارتفاع لقطاع الصناعة في التنصيبات اليوم ولأول مرة رايحين العام هذا ينتهي بكثر من 400 ألف تنصيب 400 ألف تنصيب هذا العدد في 30 نوفمبر وصلنا إلى 381 612 تنصيب في القطاع الاقتصادي يعني الاقتصاد الجزائري هذا مؤشر إيجابي سيد محمد طهر شعل مؤشر إيجابي جدا يرتفع بين نسبة 4 تنصيب بين 10 و 15 مئة خلال 5 سنوات الماضية وذا نلاحظوه نرى نشوفوه يعني للأسف الوقت ما يكفيناش باش نتكلم عليه ولكن نرى نلاحظو اليوم الاستثمارات والمؤسسات موجودة في كل الوطن محمد طهر شعل شيء يحبط نأكده في الأخير نأكد أنه فيه انخفاض في القطاع البناء والري والأشغال العمومية وفيه ارتفاع في الصناعة بـ 18% نخافض هذا قطاع البناء بـ 10% وارتفعت الصناعة وهذا مؤشر يأكد كل التصريحات اللي تقوم بها وزارة صناعة وتقوم بها الحكومة بصفة عامة على أنه اليوم نلاحظو أنه فيه حركية في القطاعات المنتجة وفيه بعض تراجع في القطاع هذا شكرا لك سيد محمد طهر شعل للأسف شديد نتحى وقت الحصة وجوزنا الوقت بكثير أدعوك في الأخير أعطيني تعليق في 15 تنية على هذه الصور أعطيني صور في جملة سيد المخرج إذا سمحت حيطيست؟ الإخوة هذين نطلب منهم باش يتصلوا أولاً إذا ما كانش عندهم تكوين لازم يتكونوا وإذا كان عندهم تكوين يتصلوا بلوكال أو بانشغيل وعلى الوجوم نعم أعطيني صورة تنية هذا جزائر توفي هو يبحث عن عمل ما نضج أعطيني صورة تلتة أحسن صورة أحسن صورة نعم بهذه أحسن صورة نختم سيد محمد طهر شعل شكرا جزيلا على قبولك الدعوة شكرا جزيلا على هذه التوضيحات وعلى هذه الأخام اللي قدمتها وكذلك على هذا الأمل اللي أعطيته للشباب للطالب لمناصب الشغل بأنه سيكون فيه إن شاء الله في المستقبل مدام فيه مؤشرات على تطور وتقدم في القطاع الاقتصادي الجزائري أنه الشغل يجب أن تتوجه إلى القطاع الاقتصادي قطاع الوظيف العمومي والإدارات لا توظف في كل أدول متابعة طيبة نباري بجرد مخنار ألقاكم وغاية